زعلان، متضايق، حيران، ما عملتش حاجة في السنة اللي فاتت، ودخلين على سنة جديدة، على فكرة المشاعر دي موجود عند ناس كتير حوالينا، ياريت تمسكوها كده وتركزوا فيها، هل حابين المشاعر دي تكملوا بيها السنة الجاية؟ حابين إنها تدخلوا بيها عام جديد مليان إن شاء الله بحاجة حلوة؟ لا، الناس اللي بتعاني إن هي محققتش أي إنجاز ولا عملت حاجة وحاسة بإحباط وإحساس إنها مليش لازمة، أنا محققتش حاجة، سنة زي الراحة هي هي اللي جاية، لا نقف وقفة بقى ونقول لهم لسه في أمل، ربنا خلق فيك الروح عشان تكمل، عشان حتى لو ما أنجزتش حاجة دلوقتي ولا عملت أي نجاح، لا في أمل، رب نديك عمر تقدر إن أنت تزبط أفكارك، ما هي أفكارنا؟ بتأثر على مشاعرنا، مشاعر الإحباط واليأس وإن أنا عملتش حاجة، لو غيرت الفكرة بتاعتك وقعدت تفكر إزاي أقدر إن أنا أغير من أسلوب حياتي، من طريقتي في إنجاز أي شيء، هقدر، بس أهم حاجة يكون جوانا العزيمة والإرادة والرغبة، إحساسك إن أنت عايز دي بتوفر عليك حاجات كتير جدا، مش بتجرد إن أنا آه أنا عايز لكن مش عارف إزاي، لأ لما من جوى الرغبة فعلا موجودة إن شاء الله هتقدر، اكتب وراء وقلم شوف إيه اللي أنت عايز تحققه محققتوش، إيه الطريقة اللي أنا هقدر أعمل بيها الحاجة دي عشان أوصل لها؟ هل محتاج دعم من الخارج؟ حد من صحابك، حد من قريبك، حد تدرس حاجة معينة، تفيدك علشان تقدر تنجز حاجة أو تحقق الحاجة دي؟ حاول، اسعى، رتب أفكارك، أفكارك هتغير المشاعر السلبية، مهم قوي قوي إن أنت تبتدي سنة جديدة بأفكار إيجابية، برضى، حتى لو أنت قريدي محققتوش، بلاش تدخلوها بإحباط، الطاقة هتيجي معاكم السنة الجديدة، اختاروا الطاقة اللي أنتوا عايزين تبتدوا بيها السنة الجديدة، وأكيد هتوصلوا، ليه؟ لأن إحنا بنتعلم من أخطأنا، حتى لو غلطت السنة كان عندي ظروف، ما كنتش قادر بس ما تكملش حياتك كده، لسه الدنيا فيها خير وفيها حاجات كتير ممكن تعملها، وكل سنة وإحنا كلنا طيبين.